اقول ان النهاية عام 1911 شهدت حدث حزين جدا يوم 4 نوفمبر توفي عمر بك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الاهلي وفاة عمر لطفي بك اصب مصر بالحزن الشديد وكان ناعي جريدة الاهرام لوفاة الفقيد معبر عن دوره الكبير في نهضة مصر مطلع القرن العشرين هنذكر ليكم بعد ما نشرته الاهرام عن وفاة الفقيد والجنازة الرسمية التي اقيمت له تحت عنوان وفاة عمر لطفي روعت العاصمة بعد ظهر السبت بوفاة الاستاذ عمر بك لطفي فبكته كما يبكى الرجل الجليل والعامل النشيط النافع القادر الكريم وشيعته الى مقره الابدي كما يشيع البار بأمته التارك وراءه فراغا قد لا يملأ والمقدم لأخراه أفضل ذخر المخلد بدنياه أحسن ذكر المذكور بكل حسنة إذا ذكر الرجال العظام فما قصر بالتعليم وهو أستاذ أساتذتها الأماجد وما قصر بخدمة الهيئة العمومية وهو مؤسس نادي المدارس العليا ورئيسه ومؤسس مدارس الشعب والمؤسس فيها ومؤسس نادي الرياضة البدنية الأهلي والعضو المؤسس في جمعية الاقتصاد السياسي وهو مؤسس النقابات الزراعية ومؤسس شركات التعاون والمبشر بها الرجال في بلادنا قليل فما رأيناه إلا ساعيا لخير وما رأيناه إلا عاملا لفضيلة أو لمكرمة فحزننا عليه كبير وأسفنا شديد دا كان نعي جريدة الأهرام ولقيمة عمر لطف بك قررت الدولة أن تكون جنازته جنازة رسمية وكما ذكرت الأهرام صارت جنازته يتقدمها فرسان البوليس فطلبت المدارس الأهلية بأعلامهم ثم طلبت مدرسة الحقوق فمدرسة الطب والهندسة والتجارة والزراعة إلى آخره وأحاط بالنعش حجاب المحاكم وصار وراء النعش أحمد شوقي بك مندوب الخديوي عباس حلمي وهو نفسه أحمد شوقي أمير الشعراء وأصحاب السعادة النظار وقضاط المحاكم ومندوب الأندية والجمعيات والنقابات وكتب أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم قصيدتين في رثائه لقيمته الكبيرة ترجمة نانسي قنقر